كنا بنكلم حضراتكم في بداية الحلقة عن أهم ما تم تداوله في مؤتمر الشباب السابع وتحديدا خلينا نتحدث عن جلسة الرئيس الجلسة للناس كتير بتنتظرها الحقيقة هذه الجلسة بيتم الإجابة فيها على أغلب التساؤلات اللي قد تكون بتدور في أفهان العديد من المصري من أبرز وأهم التساؤلات اللي بتكون موجودة أو اللي بتكون متكررة هي السؤال عن الإصلاح الاقتصادي وملف الإصلاح الاقتصادي خلينا نتابع إجابة تسيادة الرئيس عن السؤال الخاص بالإصلاح الاقتصادي تفضل اسمحنا يا فندم هل ننتقل إلى محور آخر ويمكن ده محور من الموضوعات محل اهتمام مليئين من المصريين ما له علاقة بالإصلاح الاقتصادي ومدى شعور المواطن بي ودور الإعلام في ذلك السؤال للطالب محمود عصام النحاس 24 سنة بيقول بعد نجاح معظم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي أو محاولة إصلاح الاقتصادي مشاوه بفعل أخطاء متراكمة من عشرات السنين وإشادة العديد من المؤسسات الاقتصادية مثل بلومبرغ وإيكونوميست بما تم تحقيقه ما هي استراتيجية الدولة في الحفاظ على ما تحقق؟ لجزء من السؤال والجزء الآخر لماذا تغفل الدولة عن تقصير الإعلام سواء الحكومي متمثل في تلفزيون الدولة أو الإعلام الخاص في إبراز ما تحقق من إنجازات اقتصادية للمواطن ليكون على دراية بما تقوم به الدولة من جهود؟ طيب خلينا نقول لأول الإصلاح الاقتصادي هو يعني نهاية السنة دي إن شاء الله يكون المرحلة اللي إحنا موجودين فيها دي تكون انتهت يعني وزي أنا بقول وبأكد في كل مرة نتكلم فيها على النجاح ده النجاح ده زي ما قلت كده كان مش عايز أقول العامل الرئيسي لكن عايز أقول الحسم فيه كان للشعب المصري اللي تحمل ده لكن ده حينتهي إن شاء الله على نهاية هذا العام ويبقى إحنا كده تبقى للخطة اللي إحنا مصرحة تدخى وألزمتنا السهبية قدام يعني الصندوق يبقى انتهت لكن ده مش معناه إن الموضوع انتهي وده أمر ما قصدش به إن أنا أقلق الناس من حاجة لكن أقصد أقول إن عملية الإصلاح والتطوير ده عملية مستمرة لأن الدنيا ما بتتوقفش أبداً ولو توقفت ده يبقى فيه يعني ده يعني يحدث إشكالية واللي إحنا شايفينه في بلدنا خلال في كل القطاعات اللي بنتكلم فيها حتى قطعت الإعلام اللي إحنا بنتكلم فيه هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنين طويلة على أوضاع سادة علامة التطور ومنها الإعلام فبقى هو غير متطور وتأثيراته ما بتحققش الأهداف المرجوة منها أو كده فأنا بقول للقطاع الإعلام زيه زي كل قطاعات الدولة المصرية لما أنا قلت برضو في اللقاء النهاردة قلت إن 2011 في دولة كبيرة زي مصر اللي بيحدث فيها ده ده بيعكس إن في حاجة في مشكلة كبيرة جداً كانت موجودة فينا كلنا مش في قطاع واحد في كل القطاعات في الإعلام في الثقافة في الاقتصاد في التعليم في الصحة في أي قطاع اللي عايز تتكلم عليه كان في مشكلة وبالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام وده مش معناه يعني يساءل حد يعني خالص لأنه الموضوع مش أشخاص هي منظومة على بعضها هي اللي بتقوم بالدور ده فيترى الإعلام عندنا هنا كهل منظومة الاقتصادية يعني إحنا كنا بقولوا إن الإعلام ده بيكلف علينا في السنة بيقرب من ستة مليار جيوار واللي بيتحقق منه بالأنشطة اللي بتتعمل اثنين مليار وشوية اثنين وثلاثة مليار من نتيجة العادي العالمي طيب المحتوى ده جزء الاقتصادي يعني الشقة الاقتصادي اللي فيه طيب الشقة الفني محتوى يا ترى هو ده اللي إحنا بنتمنى نقدمه كان في يوم الأيام من سنين طويلة فاتت في الخمسينات والستينات بتمكن كان الإعلام الزروف برضو مرتبطة بالوقت ده كان الإعلام ده تأثير كبير جدا وكان ليه عوايد ويعني يعني كانت تلفزيون مصري المسلسلات اللي بيعملها يستطيع أن هو يسويقها في الدول العربية حصل تطور عندهم يعني في الدول العربية وإحنا في نفس الوقت إحنا فدرنا زي ما إحنا إحنا حاليا متحركين في إصلاح هذه المنظومة زي ما قلت الشرق الاقتصادي والشرق الفني المحتوى اللي كتير من مننا غير راضي عنه والمحتوى إذا كانش الدولة بشكل أو بآخر مش الدولة بس كحكومة يعني حتى كمثقفين كمفكرين كمعنيين بالصناعة يكونوا بيفكروا في كده في دول زي الولايات المتحدة ودول زي الهند بيدخل لها أموال هائلة من أفلام على سبيل وده جزء بسيط من هو ده شكل من أشكال تعديم الدولة للعالم يعني صحيح فأنا بتكلم على هذا الموضوع يعني فإحنا متحركين في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المحتوى يعني ثم طبعا أنتم ملاحظين أن إحنا بنشجع جدا كل الشباب ولما تشوفوا النهاردة الوجوهة العالمية اللي موجودة بنقول لها ندي فرصة شبابنا وشاباتنا أن هم يتحركوا ويتكلموا يعني يبقى شكل مختلف مش حوقيتكم بحاجة في الموضوع ده إحنا بدأنا في المحتوى وأتصور أن إحنا خلال السنتين ثلاثة اللي جايين هيبقى المحتوى بتاعنا أفضل كتير من الواقع ده نحط في الاعتبر أن الإعلام التلفزيون وراديو ما بقاش فقط هو الوسيلة الوحيدة والرئيسية يمكن اللي بتوصل اللي بيتم يعني إصال المعاونات بها للناس لا، النهاردة في حاجة أخرى كثيرة جدا جدا وإحنا مهتمين إن إحنا برضو نبقى متحركين بها عشان نواكب العصر اللي إحنا موجودين فيه يعني بقول تاني يمكن من خلال السنتين ثلاثة اللي جايين إحنا هنبقى في مكان أفضل كتير من المكان اللي إحنا موجودين فيه وزي ما بقول كده إحنا بنسعى إن إحنا نعمل ده بشكل أو بآخر وكمان بالتوافق معها الصناعة اللي موجودة في هذا المكان يعني أقول حاجة هنا في بشكل يعني إحنا بنعمل أحد من المنشآت يمكن حد يصنف على إنها ثقافية زي مدينة الثقافة والفنون اللي موجودة هنا في العصامة اللي ممكن تخلص على نهاية السنة دي أو بالكتير على الشهرين أو النص السنة اللي جايين ونفس نسخة مصغرة منها موجودة في العالمين وإلى جانب مجموعة من المتاحف الكبيرة اللي بيتم زي المتحف الكبير ومتحف الحضارة ومتحف أخرى حيتم افتتاح أنا عايز أقول خلال السنتين ثلاثة اللي جايين فيما يخص الشق الثقافي والفكري والإنساني في مصر مش بس على قد الإعلام إحنا هتجدوا إن إحنا متحركين فيه بشكل قوي مش هقول يساعدكم لكن إحنا بناخد بالأسباب اللي تؤدي إلى إن إحنا نعمل نقلة حقيقية زي إحنا بنسعى في كل الملفات أو القطاعات في الفترة في السنتين ثلاثة اللي جايين إن شاء الله موسيقى